بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلبة المرحلة الثانية إن شاء الله اليوم نحل تمرين داعش سبع طعش واحد من تمرين مادة الكرامر للمرحلة الثانية موجود صفحة مية وخمسة وخمسين من التشابتر اللي عنوان التشابتر هو إنفلكشنال باراديمز اللي هو الميزان الصرفي زين هذا التمرين يقول لي يعني حدد لي الاسبكت حدد لي الاسبكت بهذا الجمل شن الاسبكت؟ الاسبكت مثل ما تعرفون هي نواحي نفس الزمن يعني احنا باللغة الإنجليزية عدنا ثلاث أزمنة اللي هي إما ماضي إما مضارع يعني إما ماضي past أو present حاضر أو مستقبل من هذه الأزمنة ثلاثة يتفرع لي أربعة أسبكت يعني نواحي نفس الفعل يعني كل زمن أنا بي يعني بزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل عندي مثلا بالمضارع symbol يعني present symbol وعندي continuous اللي هو مضارع مستمر وعندي perfect أوكي اللي هو زمن المضارع التام وعندي perfect continuous اللي هو زمن المضارع التام المستمر كذلك هذا ينطبق على زمن الماضي يعني بالماضي عندي past symbol وعندي past continuous وعندي past perfect وعندي past perfect continuous فذن الأربعة يسمونهن aspect اللي هي جوانب أو نواحي نفس الزمن هنا محددني بثنين يعني بaspect بaspect يعني إذا صح التعبير اللي هو إما progressive يعني زمن مستمر أو زمن تام أو ممكن رح تلقى تام مستمر إيش وقت نقول progressive إذا لقينا أحد أفعال to be يعني is are am was were زائد بفعل ing جملة فنقول عليها هذا الزمن أو الاسبيكت ما لاتها progressive إذا لقينا had has أو have زائد تصريف ثالث بالجملة فنقول هذا perfect يعني الأزمنة المستمرة هذا هو تركيبة إذا لقينا جملة بها have أو has أو had جاي وراها فعل تام وراه هذا الفعل التام جاي فعل bing فنقول هذا الزمن فهذه الجملة الاسبيكت مالتها هو تام مستمر أوكي خلينا نشوف الجملة الأولى الجملة الأولى تقول was building a dog house was هو أحد أفعال to be جاني بعد فعل bing فwas إذا الفعل ing هاي أزمنة مستمرة هذا زمن زمن الماضي المستمر فقلت هذا progressive هنا الاسبيكت مال هذه الجملة هو progressive اللي هو past progressive الجملة الثانية جاني had زائدا been been هو التصريف الثالث مال البي فهذه تركيب تركيب الماضي التام فإذا هذا perfective تام أحد الأزمنة المستمرة أحد الأسبيكت التام مالعفو الجملة الثالث أشوف عندي had been هذا perfect يعني had زائد تصريف الثالث هذا perfect لكن بعد البي جاني جاني هذه الكلمة اللي هي lecturing فصارت had been هذا تام و lecturing هو ماضي تام مستمر جملة جملة الرابعة مثلا she was preparing was أحد الأفعال المساعدة زائد يحتوي على ing فهذا progressive حصرا بس عندي جملة الخامسة have been have زائد تصريف ثالث هذا تركيب المضارع التام زائد انفعل ing إذن هذا مستمر هذا مستمر مضارع تام مستمر أريد منعتكم تكملون لأجوبة التمرين تكملون حل نقاط اللي بقات حتى تتدربون عليه لأنه هذا فكرته سهلة that's all thank you so much and good bye